السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنهار ده هنشوف اول درس في الكاد ستاندرد وهو ان انا اعمل لائير ترانسليتور الكاد ستاندرد بيهتم بان يكون المالفة بتاعي مضابط في اليراد مضابط في الاعدادات الاعدادات بتاعت الديمينشان الاعدادات بتاعت اليونيت كل الاعدادات بيكون مضبوطة في الملف بتاعي طيب انا دوقتي عايز ابدأ اشوف مطاع اليراد لو انا فتحت ملف جديد الافتراضي بتاعي ان هو بيفتح الملف ويكون الملف ده فيه لير واحدة اللي هي لير 0 طيب انا عايز ازود موضوع الليرات عايز اهبط في الاساسي بتاعي يكون في الاعدادات مضبوطة وكل الحاجات ده هنشوفها بعد ان شاء الله طيب انا رجيت ابص هنا الاقي ان انا عندي الليرات هنا مضبوطة هتلاقي الليرات الليرات اللي بواب الليرات اللي بواب الليرات اللي بواب هل هو لير واحدة وخلاص لا هلاقي عندي كزا لير اللي بواب الانتريور اللي بواب كل حاجات في اماكنها اللي بواب كل واحدة خاصة بحاجة معينة تمام؟ فببدا او انا شغال بحوط شغل بتاعي على الليرات دي مضبوطة تمام؟ طيب انا عايز انا لبقى الليرات من الملف دوت للملف دوت طيب فيه عندي اداة حلوة جدا في manage اسمها ليار ترانسليتور بيجيب اللي دي الحاجة اللي بوجود منها ترانسليتفرو ترانسليتتو ههم الملفات من هنا اللي هنا فبقوا للود بروح اعمل ده الملف اللي انا عايزه هنقل له الليرات الى هنا طيب ممكن اقول له new ابدأ اعمل كزا لير جدادي هنا في قلب الملف دوت. ادخل في setting ابدأ اشوف الاعداد الموجودة بيقول لي خلي color بتاع العنصر باي لير وده افضل طبعا لو انت شغل ال standard كويس ما فش حاسمها يبقى اللير لونها احمر والعنصر الموجود على لونه اصفر لا هيا كل باي لير الوبجيكت لان طيب باي لير الوبجيكت ترنزل تنسي